اشتركوا في القناة وفي رحابة رسالة عرضت لها في السنوات الأخيرة خطوب ومحن أخذتها أو أخذت البعض بعيدا عن قيم وآداب وعلم وثقافة ومعارف المحامات مقاومة الطيار طيار الفساد أو الانحراف عن المحامات مقاومة تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى عزل وتحتاج إلى إرادة وتحتاج إلى علم ومعرفة وإيمان بالمحامات يمكن زميل الأستاذ حسين الجمال قال لكم أنه اللي حيكمل فيكم في المحامات معرفش يا الفكرة دي موجودة ظني أن أنا يجب أن نتخلص منها أن المحامات صارت مهنة من لا مهنة لها لداخل المحامات لأنه ما لأشغرها بقوله من دلوقتي الأكرم له أن يبحث لنفسه عن عملا آخر أو عن عمل آخر آسف المحامات حينما نقول إنها رسالة فهي مقولة حق لأنها رسالة فيها كل معاني الرسالات رسالة معنى الغير هو الأساس فيها وهذا هو من عمل الرسل والرسالات ما فيش نبي أهل بدعوته ورسالته إلا وهو يقصد بها الغير هداية الغير وإيمان الغير منظومة أخلاق الغير وهذا هو عمل المحام المحام من اللحظة التي فيها يسلك المحامات وهي من لقبها أو اسمها حماية عن الغير حماية عن الغير لن ينجح في المحامات إلا من يأخذها بعشق بدون عشق لن تكون محامية ليه؟ لأنك أنت في رحلة المحامات بتتعلم كل يوم وواجب عليك أن تتعلم كل يوم هذا العلم هو قوام مشروعية المحامات لأنك أولا تتحدث إلى محكمة والمفترض في المحكمة أن قضاطها يحملون ذات الإجازة التي تحمله فما هي شرعية وجودك؟ ما هي شرعية رسالتك؟ هي أنك قادم على أن تحدث لدى هؤلاء القضاء من التأثير ما قد يغير الفكرة الأولى التي يأخذها عن الدعوة لا يوجد قادم أو بشر يعز على أنه ولما يقرأ القراءة الأولى يخرج بفكرة يخرج بفكرة الخطر أن تتحول هذه الفكرة إلى عقيدة فتصد عن أي فكرة أخرى هنا تبدو قيمة المحامات المحامي لأنه يحلق فوق السحاب يحلق خارج السر هو الذي يقدم إلى القاضي ما يقنعه به بأن النظر الأولى التي لعله قد كونها ليست هي واقع الدعوة وليست هي الحقيقة في الدعوة لن يتأتى إلى المحامي والمحامية أن ينهض أو تنهض بهذا الدور ما لم يكن المحامي والمحامية على علم بالمعارف بشتى سنوفها على إتقان للغته العامية والفصحة أيضا أو الفصحة والعامية أيضا وأن يكون على علم بالدين وبالمنطق وبالمجموعة من العلوم يستحيل أن يكون المحامي محاميا إلا بها يمكن الأستاذ حسين الجمالي الأمين العام قال لكم آخر حاجة القانون هو فعلا آخر حاجة القانون ليه؟ لأن القانون يأتي إلى القاضي محمولا على فكر محمولا على حجج محمولا على بينات محمولا على براهين كل هذه العدة هي عدة قبلة المحامي فيها هي ما نجح أو لم ينجح في أن يكونها رصيدا لنفسه في عقله وفي فكره وفي رأيه وفي نظرته وفي قدرته على العرض قدرته على العرض هي حصاد أشياء كثيرة جدا حصاد أشياء كثيرة جدا نقول الكلمة نعم لكن هذه الكلمة التي ينطق بها المحامي هي كلمة لها مخارج ولها مداخل ماذا تعني الكلمة إذا نطقت من الجوف وماذا تعني إذا نطقت من الزور وماذا تعني إذا انخفضت وماذا تعني إذا ارتفعت هل ترى الكلمة هي الوحيدة التي يستطيع بها المحامي أن يؤدي لا الإماء والإشارة حركة اليد بتسهم في الإقناع بتسهم في التوصيل كل هذه المعارف والعلوم هي عبارة عن خبرات يكتسفها المحامي من القراءة ومن الإطراع ومن الإلمام بجوهر المحامة وما تركته الأجيال عبر التاريخ الطويل لهذه الرسالة العظيمة يمكن أنا قلت قبل كده أنه أنا كان من حظي أن أنا نشأت في جيل تلقى عن جيل لنا عظيم في المحامات وأتيحت لها فرصة أن أسمع ليس فقط أبي الذي كان نقيبا للمحامين ولكن جمهرة كبيرة جدا من عظماء المحامات والأستاذ مصطفى مارعي والأستاذ حمد الناحل والأستاذ محمد عبد الله محمد والأستاذ علي أيوب أهرمات كانوا في المحامات وتيحة لنا وأن نتلقى منهم وأن نعرف عنهم اللغة والأسلوب والوقفة والحضور والإلقاء والعلم أنتو داخلين على حقل هتلاقوا فيه الدنيا ما عددش زي زمان يمكن الفيكو اللي بيخش على صفحات التواصل الاجتماعي حيلائي حاجة جديدة خالص على المحامات لا تمت إلى المحامات بسرعة حيلائي قذائف بيطلقها البعض وسفاهات وقبائح مقذعة يطلقها البعض وبعضهم يطلقونها للنيل من أهرامات المحامات هل هذه محامات؟ لا ما هيش محامات وإنما هذه مش هقول أجيال لأنهم لا يعبرون إلا عن أنفسهم هم هتلاقوا الصوت بتاعهم عالي ولكن عددهم قليل وتأثيرهم شبه معدوم ليه؟ لأن المحامات لا تستقبل هذا النشاز ولا يمكن أن تستقبل هذا النشاز المحامات آدم المحامات آدم وحينما نقول كلمة أدب الأدب بكل معانيه الأدب بالمعنى العام للأدب والأدب بالمعنى السلوكي للأدب والأدب في فنون المحامات نعم المحامات آدم عشان كده لما ندرس تاريخ المحامين العظام في مصر هنجد الصلة متينة بين الأدب وبين المحامات أضرب أمثلة أضرب أمثلة كان الدكتور محمد حسين هيكل صاحب كتاب أو رواية زينب أول رواية مصرية أولفت وصاحب حياة محمد عليه الصلاة والسلام وصاحب الفاروق عمر وفي منزل الوحي والصديق أبو بكر كان محامية عظيما وترأس مجلس الشيوخ وحمد العديد من الحقائب الوزرية ولكنه في كل هذا كان المحامي الأديد توفيه حكيم نموذج للمحامي الأديد يحيي حاقه نموذج للمحامي الأديد محمد التبعي أمير الصحافة المصرية نموذج للمحامي الذي يجمع إلى جوار المحاماء الأدب والمعرفة بكل صنوفها أحمد لطف السيد كان محاميا عظيما محمد فريد مصطفى كامل تاريخنا كل حافظ بهذا تجتمع الأدب أو تجتمع المحاماه مع الأدب ومع المعرفة ومع الوطنية ومع حسن السرور من المحال من المحال أن نجد المتأدب بمعنى الأدب بمعناه العام نابيا ناشزا في سلوكه سلوك قوامه الاحترام احترام الذات نعم ومن يحترم ذاته سوف يحترم غيره لأن احترام الذات هو احترام لقيم لأن الإنسان قد يجذب على الآخرين ولكن محال أن يستطيع الإنسان أن يجذب على نفسه فهو في داخله يعرف ما إذا كان مستقيما أو كان منحرفا عن الجادة وإذا عرف في نفسه أنه منحرف عن الجادة فلن يتحقق له بالصدق مع النفس الاحترام للنفس ولن يستطيع أن يحترم سواه احترام الغير هو احترام للنفس وعندنا في الحديث النبوي ليس مننا من لم يوقر كبيرنا ويعطف أو يرحم صغيرنا هذا أدب الأدب في المعرفة الأدب في العبارة نعم هذه هي المحامات أنا بقول لكم الكلام ده ليه لأنك لن تنجح في المحامات إلا بعشقها إذا لم تعشق المحامات لن تنجح فيها ليه؟ لأن العبء الذي عليك وعليك في تحصيل عدة المحامات عبء كبير جدا لا يقدر عليه إلا محب عاشق وعشان كده بقول دايما أن المحامي والمحامية يتقدم في حقد المحامات بحاجة أسميها باختصار الشوق بالقاب إلى المعرفة الشوق إلى المعرفة هو الذي يحرك حب استطلاعك والاستطلاعك وهو الذي يدعوك إلى أن تفهم ما لا تفهمه وأن تدرس ما لا تدرسه ليه؟ لأنك أنت بكل هذا بتعلق بتعلق بفكرك وتعلق بحجتك وبتعلق بمنطقك وتعلق بأسلوبك ولغتك وأدبك الحقيقة أنا عندي كلام كتير جدا ممكن أقوله لكم وأرجو أن نبتمع في ظروف أخرى ليزيدكم في هذا بيان ولكن علي أن أذكركم ونحن نتهيأ لحرف اليمين أن كل هذه الاعتبارات الضخمة مشار إليها إجبالا في هذا القسم المختصر ولكنه حافل بمعاني علينا أن نتأملها ونحن نقسم هذا القسم نقسمه بقلوبنا ومجداننا ومشاعرنا قبل أن نقسم به بألسلتنا المادة العشرة من قانون المحامة أشرين من قانون المحامة تقول لا يجوز للمحامة الذي يقيد اسمه بجدول المحامة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية سوف ترددون اليمين من ورائه وأرجو أن أرى جنبات هذا النادي وهذا الفضاء الفسيح ينعكس صدى حلفكم من اليمين أو حلفكم من اليمين عليه بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم لا تاني بقى ضعيفة شوية أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحامة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحامة وعلى تقاليدها وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أحترم الدستورة والقانون خالص التهاني شكرا شكرا شكرا